بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أدى 163 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الوضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبركاته فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكره من تحريم الصلاة عند القبور واتخاذ المساجد والسرج عليها قال وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة هل هي محرمة أو مكروهة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين تقدم النهي عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته إلا الله سبحانه وتعالى ولا يقصد القبور ولكن الصلاة في هذا المكان منهي عنها قصد أو لم يقصد لأن هذا من وسائل الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وهو من ظنة تعظيم القبور والغلو فيها فإنه ما صلى في هذا المكان وخصه بذلك إلا لأنه يرى أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره وحتى لو لم يقصد هذا وإنما مصادفة أدركته الصلاة فإنه أيضا لا يصلي في هذا المكان لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك فيتنحى ويصلي في مكان ليس فيه قبور هذا هو المشروع وقد اختلف العلماء كما قال الشيخ هنا اختلف العلماء في الحكم في حكم الصلاة في حكم الصلاة عند القبور هل النهي نهي تحريم تحرم الصلاة عند القبور أو نهي تنزيه فيكون نهي كراهة هنا قال وإذا قيل هي محرمة فهل تصح مع التحريم أم لا والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك وأن صلاته لا تصح نعم فعلى القول بأن وهو قول الجمهور وهو الصحيح أن الصلاة عند القبور محرمة لأن الأصل في النهي التحريم إلا إذا دل دليل على صرفه إلى الكراهية فعلى هذا القول الصحيح المعتمد هل مع التحريم تبطل الصلاة فلابد من إعادتها أو يقال أنها تصح مع الإثم على قولين والراجح أنها لا تصح لأن النهي يقتضي الفساد لأنه صلى صلاة منهيا عنها ومادام صلى صلاة منهيا عنها فهي غير صحيحة نعم قال رحمه الله وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو بها نعم كذلك مما يدخل في النهي عن الصلاة عند القبور النهي عن الدعاء عندها لأن يأتي ويدعو الله عند القفر يظن أن هذا أدعاء للإجابة أو يدعو بها بمعنى أنه يتوسل بها أي بأصحابها فيقول أسألك بنبيك أسألك بوليك أو بعبدك الصالح أن تغفر لي أن تعطيني حاجتي وكل هذا من التوسل بها أو التوسل عندها نعم قال ومن تأمل فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة فهذا ونحوه لا بأس به نعم الدعاء عند القبور على قسمين قسم غير مقصود كان يمر بالمقابر فيفعل أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وغفر لنا ولهم هذا دعاء عند القبور لكنه غير مقصود وإنما هو مر مر عليها فدعا لهم بهذا الدعاء هذا لا بأس به لأنه لم يقصدها نعم أو اتفق أن مر في طريقه فهذا لا بأس به نعم الثاني أن يتحر الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه بغيره فهذا النوع منهي عنه إما نهي تحريم أو تنزيه وهو إلى تحريم الأقرب نعم النوع الثاني أن يقصد القبور للدعاء عندها يقصدها قصدا ويظن أن الدعاء عندها أقرب إلى الإجابة فإن هذا منهي عنه وهذا لا يجوز لأن هذا وسيلة إلى الشرك أما الأول فليس فيه وسيلة إلى الشرك لأنه لم يقصده وإنما مر بها مصادفة ودعا لنفسه ودعا لهؤلاء الموتى لا بأس بذلك نعم قال رحمه الله والفرق بين البابين ظاهر فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله لم يكن بهذا بأس ولو تحر الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك المقعة لكان هذا من العضائم نعم تقدم أن الشيخ رحمه الله فرق بين أن يقصد الدعاء عند القبور أو أن يدعو عندها مارا ولم يقصدها أن الأول ممنوع والثاني جائز فكذلك ما هو أعظم من ذلك لو مر عند صنم أو مر عند كنيسة وهو يدعو الله ما درى عن هذا الصنم ولا درى عن هذه الكنيسة ولم يقصدها فهذا ليس عليه شيء بخلاف ما لو قصدها ودعا عندها فهذا هو الممنوع نعم والكنيسة التي هي معبد النصارى هذه يجوز للإنسان أنه يدخلها من أجل أن يرى ما فيها ويعتبر من فعلهم المنكر فينكر ذلك ولا بأس إذا ألجأته الحاجة أن يبيت فيها ويستدفي فيها أو يستغل بها لا بأس بذلك فإذا قدر أنه بأت فيها وكان له عادة أن يصلي في الليل أو أن يدعو فإنه يصلي ويدعو على عادته لا على أنه يقصد هذه الكنيسة لكن لو صلى فيه لا بأس لا بأس بذلك لأنها طاهرة إذا كانت طاهرة وليس فيها صور أمامه يصلي فيها أو تنح في جانب ليس في الصور لا يستقبل الصورة لكن من غير أن يقصد الصلاة فيها لا ما يقصد الصلاة إذا قصد الصلاة فيها يظن أن فيها فضيلة فهذا ممنوع حسن الله إليكم قال رحمه الله بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة لو قصد الدعاء عند عموت أو عند حانوت يعني مكان بيع شراء أو منزل يظن أن هذا فيه فضيلة فهذا منهي عنه أما لو مر بها مر بالعمود أو مر بالحانوت وهو يدعو الله فإن هذا لا محذور فيه لأنه لم يقصده قال لو قصد تلك الأماكن فإن كان هذا من المنكرات المحرمة إذ ليس للدعاء عندها فضل فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه نعم كما سبق أنه إن مر بالمقبرة ودعا لنفسه ودعا للأموات وسلم عليهم لا بأس لأنه لم يقصد بهذا القبور ولا ذهب إليها وإنما مر عليها في طريقه مصادفة أما لو قصدها للدعاء عندها فهذا محرم لأنه وسيلة من وسائل الشرك وهذه أمور عظيمة يحتاج إليها المسلم يحتاج أن يفرق بين هذا وهذا نعم نعم سأل الله إليكم قال رحمه الله فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيدة وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من المواضع من هذه المواضع يعني لو قصد عمودا في الطريق سأدعى عنده قصده هذا لا يجوز لأن هذا تخصيص من غير مخصص فقصد القبور أشد من قصد العمود أو قصد الحانوت الذي يظن فيه بركة أو فيه خير يدعو عنده قصد القبور أشد لأن الفتنة بها أعظم ولأن جاء النهي عنها بالذات نعم وما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور أو نحو هذا فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء هذا الكلام إذا تحيرتم في الأمور فعليكم بأصحاب القبور هذا من كلام الوثنيين وليس هذا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الأئمة المعتبرين وإنما هذا قول الخرافيين والقبوريين فهو موضوع ومكذوب ومختلق نسأل الله العافية نعم قال موضوع مكذوب باتفاق العلماء والذي يبين ذلك أمور أحدها أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لألا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة نعم ما يدل على كذب هذه المقالة أنها تخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور فهذا يحث على الدعاء عند القبور والالتجاء للقبور فهو مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو الاستجلاب خير كالاستسقاء أو لدفع شر كالاستنصار حاله في افتتانه بالقبور إذا رجل إجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية نعم فإذا كان الذي يعبد الله عندها منهيا عن ذلك لأن هذا وسيلة لا تعلق بها فكيف بالذي يتعمدها ويقصد الصلاة عندها والدعاء عندها لأنه يرى أن هذا أقرب إلى الإجابة وإلى المشروعية يكون هذا أشد في المنع نعم فإن أكثر مصلي في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتنوا بذلك إلا قليلا أما الدعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا نحن نهينا نعم لأنه المفتري يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور يقول الشيخ رحمه الله المضطر أشد فتنة من غيره من من يصلي فرضا عادية ممن هو في عافية وفي سعة ومع هذا نهي عن الصلاة عنده وهو في عافية وفي سعة فكيف بالمضطر المضطر أشد تعلقا بالقبور وفتنة من المعافية فهو أولى بالنهي عن ذلك نعم فإذا كانت البفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد نعم نهي المضطرين عن الدعاء عند القبور أشد من حال أهل الرخاء وأهل العافية مع أنه الرسول نهى الجميع صلى الله عليه ولكن نهي المضطرين أشد لأنهم أقرب إلى الفتنة وأقرب إلى التعلق بالقبور والشرك بالله عز وجل نعم وهذا واضح لمن فقها في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجديد التوحيد ونفي الشرك بكل طريق ما وقع هؤلاء وأمثالهم في هذه الجاهلية إلا بسبب الجهل وعدم الفقه في دين الله عز وجل وبسبب التقليد الأعمى من غير بصيرة فلو أنهم تفقّوا في دين الله وعقلوا عن الله ورسوله وفهموا النصوص على وجهها لما وقعوا في هذه الأمور فهذا فيه التحذير من الجهل التحذير من التقليد الأعمى بل المسلم يجب عليه أن يتفقها في دينه حتى يعرف هذه الأمور ويسلم في دينه وعقيدته وإذا كان لا يعلم فعليه أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم الثاني أي مما يبين كذب ذلك الكلام إذا تحيرتم في الأمور فسألهمها القبور الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هناك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين ومتقدمين بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المائة الثانية نعم الأمر الثاني مما يدل على كذب هذه المقالة أن هذا عمل لم يعمله المسلمون الذين عقلوا عن الله ورسوله من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم فهذا عمل مخالف لعملهم ما كانوا إذا عيتهم الأمور يلجأون إلى القبور وإنما يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى نعم قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات وداهمتهم نوائب غير ذلك فهل لجاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فالصحابة أعيتهم الأمور في كثير من الأحوال صلى الله عليه وسلم أصابهم الجذب تسلط عليهم العدو في بعض الأحيان أصابتهم شدائد ما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف القبور ما كانوا يأتون إلى قبره ويستنجدون به أو يدعون الله عنده أو يدعون الله عنده ما كانوا يفعلون هذا وإنما كانوا يصلون صلاة الاستسقى ويدعون الله عز وجل هم أو يأمرون من يدعو الله لهم ويؤمنون على دعائه وما كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يذهبون إلى غيره من القبور كما يقول هذا المفتون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور هذه مقالة كاذبة نعم بل خرج عمر بالعباس رضي الله عنهما فاستسقى به ولم يستسقى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل إن عمر رضي الله عنه في عام الجذب خرج بالمسلمين إلى المصلى خرج بهم من المسجد النبوي بعيدا عن القبر وطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم ولم يصلون عند القبر أو يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم كما كانوا يفعلون هذا في حياته عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أن القبور لا يلجأ إليها في شيء لا قبور الأنبياء ولا غيرهم بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر فإنه رحمة تنزل على قبره ولم تستسقي عنده ولا استغادت هناك نعم وعائشة رضي الله عنها لما حصل الجذب لم تدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع قربها منه ولكنها كشفت عن جانب من الغطى الذي فوق قبره صلى الله عليه وسلم من أجل أن تنزل عليها الرحمة والمطر فهي كشفت ولم تدعو نعم ولهذا لما بنيت على عهد التابعين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها كوة إلى السماء وهي إلى الآن باقية فيها موضوع عليها مشمع على أطرع في حجارة تمسكه وكان السقف بارزا إلى السماء وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر سنة بضعن وخمسين وستمائة وظهرت النار بأضل حجاز التي أضاءت لها أناق الإبل ببصرة وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها ثم عمر المسجد والسقف كما كان نعم هم في عهد التابعين جددوا البناء فبنوا الحجرة على ما كانت عليه في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته ودفنه فيها بقيت على ما هي عليه أعادوها على ما كانت عليه حتى إنهم أعادوا الكوة يعني الفتحة التي في سقف الحجرة ما بينها وبين السماء أفقوها على ما هي عليه اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وجعلوا عليها غطاء مثبتا من جميع الجوانب من أجل أن لا يتساقط شيء من التراب على قبله صلى الله عليه وسلم فهم أبقوا ما كان على ما كان من غير زيادة ولا نقص نعم ثم عمر المسجد والسقف كما كان وأحدث حول الحجرة الحائط بالخشب ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنية القبة على السقف وأنكره من كرها جعلوا أيضا احتياطا مع جدران الحجرة جدارا من الخشب ثم بعد ذلك احترق المسجد احترق المنبر فأعادوه كما كان لم يزيدوا ولم ينقصوا من ذلك شيء من أجل الإبقى على ما كان عليه بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من غير زيادة فيه ولا نقص قال المؤلف رحمه الله على أن قد روينا في مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له فأخذنا المصحفة فحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا فقلت لأبي العالية ما كان فيه قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد قلت فما صنعتم بالرجل قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه فقلت وما يرجون منه قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون فقلت من كنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال فقلت منذ كم وجدتموه مات قال منذ ثلاثمائة سنة قلت ما كان تغير منه شيء قال لا إلا شعيرات من قفاه إن الحم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباح هذه قصة قبر دانيال ودانيال نبي من بني إسرائيل على ما جاء في الأثر فلما فتحوا تستر من بلاد خوزستان من بلاد الفرس فتحها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجدوا سريرا عليه رجل ميت وعنده مصحف فأخذوا المصحف وجاءوا به إلى عمر وكان بغير العربية فأمر كعب الأحبار فنسخه بالعربية وترجمه بالعربية قال أبو العالي هو من التابعين أنا قرأته وفيه أخبار هذه الأمة وصفات هذه الأمة المحمدية قال فما كانوا يعملون بهذا التابوت هذا الرجل قال كانوا إذا أجدبوا يخرجونه إلى الصحراء فيمطرون هذا فعل الفرس مع هذا النبي الميت ولا أدري كيف ذهب وهو من أنبياء بني إسرائيل كيف ذهب إلى بلاد فارس الله أعلم المهم أنهم كانوا يستسقون به المطار إذا أجدبوا فعمر رضي الله عنه الملهم الخليفة الراشد أمرهم أن يحفروا قبورا كثيرة ثلاثة عشر قبرا ويدفنوه في أحدها حتى لا يدرى في أيها دفن الله أكبر ويسوها وتكون متشابهة خشية الفتنة به فدل على أنه لا يجوز مثل هذا العمل الذي يعملونه مع هذا النبي وأنهم يستسقون به وهو ميت فلها وكان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يستسقى به بعد موته وكذلك غيره من الأنبياء فعمل وماذا غيره عمر رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد وعماه عليهم فهذا الدليل على أنه لا يستغاث بالأموات ولا يتوسل بذوات الأموات وإنما يتوسل باتباعهم وطاعتهم والاقتداء بهم هذا هو الذي يتوسل به في حياتهم وبعد موتهم أما التوسل بذواتهم فهذا ممنوع أحياء وأموات وأما التوسل بدعائهم فهذا مشروع في حياتهم وممنوع بعد وفاتهم فالأمور ثلاثة التوسل بذات المخلوق هذا لا يجوز لا حيا ولا ميتا التوسل باتباع المخلوق وطاعته واتباعه هذا جائز حيا وميتا التوسل بدعائه هذا جائز في حياته وممنوع بعد وفاته نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لألا يفتتن به الناس وهو إنكار منهم لذلك هذا النتيجة أن فعل عمر هذا رضي الله عنه وهذا بمحضر من المهاجرين والأنصار فيه دليل على منع الافتتان بالأموات فإن هذا النبي دفن وأخفي قبره لألا يفتتن به الناس فدل على منع الافتتان بالقبور بالدعاء عندها والاستغاثة طلب الاستغاثة بها أو الدعاء عندها رجاء لجابة أو غير ذلك ويذكر أن قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك ولا قدوة بهم فقد كان من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة وما استغاثوا عند قبر صاحب قط ولا استسقوا عند قبره ولا به ولا استنصروا عنده ولا به نعم في عهد آخر الصحابة غزى في عهد معاوية غزى يزيد بن معاوية بالمسلمين قاصداً القسطنطينية وهي عاصمة الترك لفتحها فحاصروها ومات أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في هذا المكان ودفن عند سور القسطنطينية فصارت ترك يستغيثون به ويتوسلون به وهذا أمر مبتدع ولا يجوز بدليل أن قبور إخوانه من الصحابة منتشرة في المشارق والمغارب لأنهم خرجوا للجهاد وللدعوة إلى الله وماتوا هنا وهناك ولم يكن لقبورهم متابعة ولا إحيى لآثارهم فكذلك فعل الترك مع أبي أيوب الأنصاري هو أمر باطل لا يجوز فدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على منع الغلو في القبور وتحري الدعاء عندها وأن هذا من المنكر لأنه وسيلة إلى الشرك ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواء على نقله بل على نقل ما هو دونه يعني لو كان أحد من أهل الأمصار يستغيث بقبر صحابي نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا إلى هنا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مقالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي ناصر الطحيني حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته